أنا هكمل مع الزمالك وبعد كي نرجع للأهل تاني الزمالك أنت كلام وانت على البورد على فلسفة جوزي جوميز إيه الفلسفة يعني شايفوا هيتطبقها إزاي قدامنا دي الأهل محمود هو بشرح من شوية كان فيه صورة وقال فيه الممر التاني الملعب عند أي مدير فني في الدنيا دفاعياً هجمياً بتاسم خمس ممرات ممرين اللي على الطرف ممر اللي في العمر قادي ثلاثة وفيه ممرين ما بين الاتنين فحبنتكلم على خمس ممرات اللي الكورة بتتلاعب فيهم الغرض في النهاية إن يكريت ولو ممر واحد منهم اللعب بتاعي اللي جاي من وسط الملعب أو المواجم يقدر يخترقه فتعال نشوف الفلسفة بتاع الجوميز هو وهوقفلك على صورة واحدة هو ده النمط اللي الرجل بيشتغل عليه تبقى وقف هنا بس ارجع ارجع تاني ارجع تاني ووقف هنا بص ده وقفة نموذجية للخمس ممرات ممر على الطرف الشمال في فتوح ممر على الطرف اليمين في زيزو اتنين في قلب الملعب أحمد حمدي وناصر والممر الأوسط في سامسون شايف الخمسة دول الوقفة اللي فيها الخمسة دول دي اللي الزمالك بيشتغل عليها طول الوقت يجمع اللعب في وسط الملعب ويا إما يطلع على الطرف يا إما يحاول إنه يعمل البنتريشن من العمق فلسفة الراجل هي إزاي بكارية أو بخلق المساحة القصة كلها في إن أنا إزاي أخلق المساحة الدنيا زحمة فرقة الاتحاد هو أكبر لعبة الاتحاد إنها تلعب لوب لوك تنزل تحت قوي علشان تدايق المساحات فأنا بأعمل إيه؟ بجيب أكبر عدد من لعب في القورة تشتغل في العمق علشان في المساحات الصغيرة دي يقدروا يعملوا البنتريشن منين؟ هل بتحرك عشوائي؟ لا بتحرك اللي انت شايفه ده بتحرك في الممرات خاصة الممرين الأوساطين الممر لو أنا بدئ من يمين الملعب لو أنا بدئ من يمين الملعب هتلاقي بص ده الممر هو ده أول ممر عشان نبسط القصة أول ممر اللي هو في أقسى الملعب ناحية الشمال اللي فيه فتوح ده الممر رقم اتنين لو أنا أخذ الممرات من الشمال فأنا دايماً بيشتغل على الممر رقم اتنين والممر رقم اربعة اللي هو قبل طرف الملعب اليمين دول أكتر ممرين خاطرين جداً بيشتغل بيوم جمس عشان كده لما نيجي للأهل يقول لك والراجل بيفكر يعمل إيه علشان يقفل الممرات دي ودول أهم أهم ممرين بيشتغل عليهم يليهم الممر الأوسط اللي فيه أكنول بص نفس القصة في مباراة الإسماعيلي البنتريشن من اين يا إما من الممر الأوسط يا إما من الممر رقم اربعة لو إحنا وقدينهم من ناحية اليمين نفس القصة مش اللعبة نفس الشكل بيحاولوا دايماً يعملوا البنتريشن ما بين قلب الدفاع والظهير ظهير الطرف يا إما من ناحية الشمال يا إما من ناحية اليمين هنا بنتريشن بص بنتريشن من اين بص الكريم اللي وقفة دي مش الطبيعي مش الطبيعي لو انا مش بشتغل بالفلسفة دي يبقى في مساحة لا تتجاوز خمسة يارضة في خمسة يارضة في خمس لاعبين من نادي الزمالك خمس لاعبين ليه؟ علشان انا حتى لو لعب من دول استلم في الدايق ده هيعرف يا يتصرف بالكرة هيعرف يعمل الباص بالاضافة للتحرك بوسل البنتريشن علشان هنا الطبيعي مين اللي يبقى متواجد في المكان ده كريم؟ ناصر مهد بس فتوح دخل انسايد قوي وفتح احمد حمدي عايز يفتح فتح زيزو عايز يفتح نادي الزمال فرح قطع له ناصر مهد انسايد الخلاصة بتاعة فلسفة جامس هو راجل بيستهدف الممرات راجل بيشتغل على المساحات بشكل جيد ودي الفلسفة اللي بيعملها ده من الناحية الايجابية ليه؟ فريق نادي الزمالك فانت لو عايز الراجل ده بيشتغل بالشكل ده الناس كتير كان بتتكلم هل ممكن يغير في التشكيل يحط لعيب زيادة في وص الملعب الراجل ده بيغيرش طريقته لعب بيها في البداية وكانت كارثية زي مباراة الجنع على سبيل المسال خلصة 3-2 لانه ظهروا دايما مكشوب بسبب الطريقة دي بالذات المساحات اللي ورا عمر جابير وحمد فتوح لانه مصمم على هذي الفلسفة وبيراهن ان خطت فيها وهيبدأ في التحسن لما اللعيبة كلها تبتري تهدم الفكرة ايه الاسلحة اللي هيستخدمها قدام النادي الآلش الاسلحة اهم اسلحة عند بص بحنا تبيل الكلب ايه هو بيشتغل على العمق بيحاولوا ان يعمل الاختراق بيحاولوا ان يطول الوقت يلعب في يجمع اللعب في منطقة ويكرية المساحة في المنطقة العكسية لو مقدرش يخترق من العمق فالفكرة الاولانية اجمع اللعب واخترق من العمق او على ممر رقم اتنين ومر رقم اربعة ومر الاوسط طب معرفش يعمل كده يجمع اللعب في ناحية ويسحب الفريق اللي اقصاده في ناحية ويبترق غاية طب مين اهم لعيب في مصر بيعمل دي واهم لعيب في نادي الزامريج بيعمل دي زيزو تعالوا نبص بدأ المباراة هنا الكرة دي ما انتهيتش ما انتهيتش بجول ما انتهيتش بحاجة دي قبل الجول مباشرة وقف هنا وقف هنا الراجل هنا هو بيفكر طول الوقت ازاي يوصل زيزو انه يشتغل في المساح لان زيزو بيتخلق كل ما المساحات قلت فالراجل هنا بص تمريرة طولية واحدة لزيزو عارف انه هيتصرف فيها حطها ومشي اللعب على عدلته بص هنا غلطة لكن هو طول الوقت شغال انه ازاي يهرب وهرب زيزو في المساح هجيب قالك في الجون التالت اللي جابه زيزو بنفس الشكل بس في الشوت التاني الملعب هيتعكس هيا هنا من ناحية المين برضو يحطها زيزو ناحية المين نفس القص كرة كترية في المساحة لعبت اللي اتحكت من رحلة ناحية الشمال لان تجميع اللعب كله بها ناحية الشمال الراجل كمل واستغلها زيزو انا انا مش بتكلم على جودة الانهاء بتاع زيزو انا بتكلم على تواجد زيزو الدائم انه متواجد في المنطقة دي صدع لأي حد طب تعالي بقى اربطها لك بانه ليه ده اخطر سلاح على الاهل تحديدا لانه الاهل عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في تقطية الاجنحة الاجنحة مش الازهرة دايما الناس بتكلم على التقطية العكسية بتاع الازهرة لا الاتنين بيغطوا كويس سواء معلول للأب ناحية الشمال او محمد هاني الاتنين بيعملوا تقطية العكسية كويس المشكلة دايما ان الجنح ما بيرجعش يساعد عشان كده هروح لك بعد شوية في ليه بيفكر في عمر كمال بص هنا وهجيب لك لالطة فين والناس تركز معايا قبل ما تلعب لعيب من الاهلي في كده الطبيعي الطبيعي عشان يعمل التقطية الجناح حيروح فين يا كريم محمد هاني داخل عمر التقطية العكسية لان فرة الاهلي بالكامل مرحلة ناحية اليمين عمر كمار افوحكم بلعب باكلفت قل بين الدفاع وبعدين محمد هاري داخل عمر التقطية العكسية وقف هنا الطبيعي بص بصطر رايش يتقخر أوuations أيدي الطبيعي طهري بأنازل تحت علشان يقفل الباكت ممكان محمد هاني ومحمد هلأ يدخل عمل التغطية العكسية بتفكرك بإيه؟ لعبة الزمالك بس هنا دي بتتعمل باليمين والزمالك بيلعبها من الشمال جمع اللعب كله ناحية الشمال وبعدين يبتري يدور على لعب الممتاز في الحركة في المساحة وأكتر لعب في مصر بيعمل دي مميز جداً فيها زيزو في نفس الفكرة دي لو تعاملت على الأهلي عشان أهلي يحلها يروح بقى بعدها بعد شوية أقول لك نعملها إزاي حيلو